وبالمناسبة هذا الاتهام الموجه لعلي عليه السلام أنه كان طالب رئاسة حريصا عليها هذا اتهام قديم قريش كانت تتهمه بهذا من القدم وهذا وارد أيضا في نهج البلاء يقول عليه السلام وقال قائل إنك يبن أبي طالب على هذا الامر لحريص على هذا الامر يعني على الملك على الرئاسة فقلت بل أنتم والله أحرص وأبعد وأنا أخص وأقرب أنتم أحرص على الملك مني وأبعد في حقكم لنيله أما أنا أخص وأقرب وإنما طلبت حقا لي وأنتم تحولون بيني وبينه وتضربون وجهي دونه تضربون وجهي دونه أي هذه كناية عند العرب عن المنع والإقصاء أنتم تقصونني وبالفعل علي عليه السلام من يوم السقيفة الأول قد أقصي يقول عليه السلام فلما قرعته بالحجة هذا القائل الذي قال إنك يبن أبي طالب على هذا الامر لحريص قرعته كأنه ضربته بس بالحجة فلما قرعته بالحجة في الملأ الحاضرين هبّه كأنه بهت لا يدري ما يجيبني به هبّه هنا بأي معنى؟ هذا من هبيب التيس تشبه العرب هذا الذي ينفعل ويبدأ يتسارع كلامه فيقول كلاما من المهمل في غير روية مع صياح وانفعال تقول هبّه بيب التيس شايفين بعض الناس يخرج عن طورة يبدي يتكلم بعد ما تعرف شيء يقول يعني فأمير المؤمنين عليه السلام يقول فلما قرعته بالحجة تلقي هذا واحد من ذوله من السقيفة وهذيالها فلما قرعته بالحجة في الملأ الحاضرين هبّك أنه بهت لا يدري ما يجيبني به من هالكلمتين من أمير المؤمنين عليه السلام أفحمه فطاش عقله وخرج عن طورة ترجمة نانسي قنقر